اشتركوا في القناة 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 الزكا ينتبدأ اشتركوا في القناة سأضيف معلقة النشا نضيف الملأ الملأ سوف نضيف لها معلقة الناشا نضيف لها معلقة الناشا نضيف لها معلقة الناشا فهي صلصة سهلة وكيف شاهدتها مدة طويلة لأنه لا يوجد حليب سيخسر فيها غير الماء سوف ينضيف الجوج مع الكبار من الكاكا والمون سوف ينضيف دابا هذه المعلقة التي تفضك الباقي من 240 مل الماء سوف نخلط تقلي السلسة سوف ينضيف السلسة سوف نضيف السلسة سوف نضيف السلسة سوف نضيف السلسة سوف نضيف السلسة سوف يدخلها للتلاجة تبقى مدة طويلة في الثلجة سوف تصبر كمية كبيرة مدة طويلة بحكم انها مصوبة غير بالماء ماشي بالحليب وكان هذا هو صلصة لنا فأنا سوف نصفيها ونضعها في الطبق الذي سوف نقدمها فيه وهذه هي الصلصة لنا من بعد ما صفيتها هذا هو القوام ديالها كيف تجي كتبقى بحال هكا صلصة رائع بزاف سهلا وبسيطة كيف قلت لكم وممكن تحضرها بكمية كبيرة وتخليها في تلاجع عندكم ووقت اللي بغيت وتوجدوا اي حاجة وخاصةكم شي صوص شوكولة فهذه خطيرة بزاف وخاصة اللي درتوا فيها الشوكولة نوع كيف مما درت انا يعني شوكولة غيش يا سلام والليلة كتجي رائع بزاف فانتمنى الوصفة دياليوم طرقكم وتنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وإلا اعجبتكم الوصفة كيف ديما ما تنسونيش من لايك الفيديو اشتركوا بقناتي قناة شهوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد اه شنو غاد ندير ليها دابا غاد نديرها في قريعة ديال الزاج وغاد نخبيها في تلاجع را قلت لكم كتصبر مدة طويلة ما كتخسرش لان ما فيهاش الحليب اللي غايفسدها دابا غاد نفرغها في واحد القريعة وغاد نديرها في تلاجعها والوقت اللي بغيت نخدم بها غاد نجبدها ونخدموا بها مع بعضياتنا اه ما تنسونيش من لايك الفيديو اشتركوا بقناتي قناة شهوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد دمتم في حفظ الله ورعايته وإلى وصفة قادمة بحول الله اشتركوا في القناة